قطع هذا المريض أكثر من 12500 كيلومتر كي يحضر إلى هنا إنه على وشك إجراء عملاً جراحياً غير قانونياً في بلده يعتقد أطباؤه أنها مجازفة خطيرة لم يتم إثبات هذا العلاج ويخشى من أن قلبه ليس قوياً لتحمل عملية جراحية أتى ديفيد تروب إلى بانكوك في تايلاند لزرع خلايا جنينية في قلبه مباشرة إنه واحد من الأعداد المتزايدة من الأجانب الذين يقصدون شرق آسيا حيث إن الطب زرع الخلايا في تطور سريع تقنية زرع الخلايا تضعنا على شفير ثورة في الطب عديد من الناس لا يريدون الانتظار إنهم يريدون البدء بعلاج زرع الخلايا على الفور في مناطق من آسيا يتحشى الأطباء التجارب السريرية ويعرضون العلاج بزرع الخلايا زاعمين أنهم يستطيعون مداوات المرض العضال يراهن المرضى بحياتهم على علم غير مثبت وغير مجرب هل يستحق الأمر المجازفة؟ أنا ديفيد تروب أنا مصمم ديكور من لوس أنجلوس عملت مع عديد من الفنانين وصممت منازل عديدة وقد عملت مع لويس بول وكارل بيرنت وباربرا ستريسان الحياة مكلفة ويجب أن يكون كل مننا في مكانه أنا أفضل أن لا أكون في آيوة أنا واجي صديقان مقرباني منذ عشرين عاما دوركت كندا أجل في كندا نحن نحب الولايات المتحدة ولكن غادرناها إلى كندا وبعدها أتيت إلى بانكوك لأتلقى علاجا لقلبي حيث إن الولايات المتحدة بدأت الآن بتجارب سريرية كمرحلة أولية سيغادر ديفيد الولايات المتحدة إلى تايلند حيث يستطيع باختياره أن يخدع لعملية زرع الخلايا لقلبه المريض بدلا من المضي في عملية زرع القلب يريد ديفيد أن يجرب علاجا ثوريا جديدا بواسطة زرع الخلايا لإصلاح قلبه المتضرر الأرجح أن هذا القرار سيغير حياته بطريقة أو بأخرى ربما لا تكون تايلند البلد الأول الذي يخطر في البال عندما يفكر المرء بالتقدم الطبي كدولة نامية تطلعت إلى الغربي بشكل نموذجي من ناحية العلوم الطبية ولكن تطورات الأخيرة وضعت تايلند في الطالعة إنها تعجل الخطى لتشارك في التقدم الطبي الحيوي الأسيوي وضع مشفى بانكوك نصب عينيه هدفا هو أن يصبح الرائدة في مجال الطب زراعة الخلايا إنه المكان الوحيد في العالم الذي تعرض فيه بشكل تجاري عمليات زرع الخلايا للمصابين بأمراض القلب يسافر الأجانب المصابون بقصور في القلب مثل ديفيد إلى تايلند بهدف العلاج ولكن كيف تعمل الخلايا الجنينية؟ الخلايا الجنينية هي الخلية الأم وهي المادة الأساسية التي تنقسم وتتكاثر لتشكل كل الخلايا في الجسم في المراحل البدائية لتطور البشري كانت تلك الخلايا الجنينية تمد أجسادنا بالطاقة تلك الخلايا البدائية أنشأت كل الخلايا في الجسم البشرة والعظام والأعضاء الخلايا الجنينية هي التي تقود عملية تطور الجسم والهيئة التي سيكون عليها بينما نتقدم في السن تتصرف الخلايا الجنينية البالغة كآلية الجسم الترميمية الطبيعية فهي تنقسم لتقوم بترميم الخلايا المتضررة أو استبدالها توجد الخلايا الجنينية البالغة في عظامنا ودمائنا وقلوبنا وأذمغتنا حتى إنها توجد داخل أنوفنا ما زال إدراكنا لطاقة الخلايا الجنينية البالغة في بدايته اعتقد سابقاً أن الخلايا الجنينية البالغة يمكنها ترميم الأنسجة التي نشأت منها فقط لكن بمعالجتها في المختبر بواسطة جينات النمو الكيميائية أصبحت الخلايا تنقسم إلى عدة أنواع مختلفة كالخلايا الدموية والخلايا الدهنية وخلايا الكبد والخلايا العصبية إن القدرة على معالجة الخلايا الجنينية هي التي أثارت حماس الباحثين للمرة الأولى في التاريخ يتمكن العلماء من تجديد الأنسجة المتضررة في المختبر وذلك بحقنها بإمداد جديد من الخلايا الجنينية هذا يعني أنه تمكن معالجة الأمراض المزمنة بدعم المنطقة المتضررة بالخلايا الجنينية رغم أنها أبحاث علمية واعدة إلا أن الطريق ما زال طويلاً قبل أن يتم تعديل العلاج للاستخدام البشري ولكن في تايلند يعتقد طبيب القلب الدكتور كيت أن الخلايا الجنينية البالغة آمنة وفعالة هناك مجموعتان واضحتان من الأطباء واحدة تصدق وأخرى لا تصدق البتة ولدي مرضى يقولون لي على الدوام يا دكتور طبيبي القلبي غير موافق على وجودي هنا كانت ردة فعل أطباء الذين استشرتهم مثيرة فهم مهتمون من وجهة نظر سريرية بما سيحصل إنهم متحمسون جداً لرؤية نتائج التحاليل ولكنهم لا يصدقون أن هذا سينجح أعتقد أن العلاج سينجح وأنا من الأقليات التي تؤمن بفعاليته بعد أن خالف نصائح أطبائه في أمريكا حضر ديفيد إلى تايلند ليجرب حظه في هذا العلاج التجريبي كان قلب ديفيد مدمراً بسبب التهاب شعبي هاجم عضلة قلبه مسبباً حالة التهاب القلب المزمن قلبه شديد الضعف يمكنه أن يضخ 15% فقط من دمه من البطين الأيسر إذا لم أجري هذه العملية الآن فسأبقى في قائمة مرضى زراعة القلب وسأسير من سيء إلى أسوأ إلى أن أصبح عضواً في لعبة انتظار لقلب متبرع جديد قبل أن يشتد مرضي أو أموت تم أخذ خلايا جنينية من ديفيد ضمن مجموعة قياسية من الدم ولكن تركيز الخلايا الجنينية في دم شخص بالغ منخفض جداً لهذا تم أخذ عينات الدم إلى مختبر تحليلي لمعالجتها في الأسبوع التالي ستكون الخلايا الجنينية التي أخذت من دم ديفيد مزروعة لتنمو وتتكاثر ضمن إكسير مركز من ملايين الخلايا الجنينية هل سيكون هذا هو الدواء الذي كنا نبحث عنه؟ إذا كانت الخلايا المأخوذة من جسمنا يمكنها ترميم الأعضاء والخلايا الضعيفة فهل يقودنا هذا إلى حقل علمياً جديد؟ التجارب السريرية لم تبدأ إلا مؤخراً في الغرب ولكن في شرق آسيا يتم بيع هذا العلم الجدلي الجديد للمرضى المستعدين للمجازفة لا أحد يدري عن فوائد استخدام الخلايا الجنينية ومخاطرها على المدى البعيد ومع ذلك قفز هذا العلم الجديد من المختبرات إلى طاولة العمليات الجراحية في بعض المناطق من آسيا هل ستؤدي هذه الطرق المختصرة إلى الخلاص أم إلى الهلاك؟ بما أنها أكثر الدول كثافة سكانية تستعد الصين لتكون رائدة في طب الخلايا الجنينية تسخر الصين المورد الأكثر وفرة وقيمة لديها إنه سكانها إن لديها الآن بعضاً من أطخم بنوك دم الحبل السري والأنسجة الجنينية ما زال الغرب ينفق مزيداً من المال على أبحاث الخلايا الجنينية ولكن الصينيين يستخدمون علاج الخلايا الجنينية على البشر هال باروز واحد من الأعداد المتزايدة من الأجانب الذين يقصدون الصين لتلقي علاج الخلايا الجنينية عندما أخبرت كل من حولي بأني سأذهب إلى الصين بدأوا يسألونني لما اخترت الصين من بين كل البلدان فقل لأن هذا العلاج يقدم هنا ويقول آخرون سوف يمزقونك هذا دجل ولم أفهم عقليتهم لكنهم لا يسكنون في جسدي فجسدهم سديم ويرون أن من العبث أن أدفع عشرين أو ثلاثين ألف دولار لأسافر إلى بلد آخر لأجل العلاج بتقنية غير مثبتة في بلدنا منذ عشرين سنة تعرض هال لحادث سير وتم تشخيص حالته على أنها شلل في الأطراف بعد درجة معينة من الشفاء بقي مشلولاً من صدره حتى الأسفل قضيت عشرين سنة وأنا أدفع جسدي بأقصى قوتي لأستمر وأستمر لا يمكنك تخيل شعورك حين تنظر إلى سعديك أو يديك أو ساقيك وتتمنى أن تحركها ولا تستطيع لأن النخاع الشوكي مقطوع فتنظر إلى هذه الأطراف التي كانت توصلك أينما تريد وهي لا تتحرك الآن حتى إنك لا تشعر بها إنها صدمة حقيقية كنت مستعداً كلياً لأكون حيوان تجارب عندما عرفت أن أمامي فرصة في الحضور إلى هنا وأن زراعة الخلايا متوفرة جئت فوراً سيمضي هال الشهر المقبلة في المشفى في الطابق الرابع عشر بجوار إخوته من الأجانب الذين أتوا سعياً للمعجزة الصينية من إصابات النخاع الشوكي إلى الشلل الدماغي والباركنسون والسكتة الدماغية وإصابات الدماغ يتوافد الناس من شتى أنحاء العالم إلى الصين أعلى أمل المعالجة بالخلايا الجنينية أعانى بو ألفيرز من إصابة دماغية حادة عندما غرق في حوض السباحة وهو في الثانية من عمره بعد سنة ودون أي علامة للتحسن قصدت عائلته الصين لترى إمكانية مساعدته كانت حياتنا تسير بشكل طبيعي إلى أن تعرض بو إلى الحادث كانت المربية تعتني به مدة ساعة ونصف وعندما غلبها النعاس ابتعد عن المنزل وجدنا بو في حوض السباحة بعيداً عن منزلنا التكهن بعواقب حالة غرق كهذه صعب جداً لكونها خطيرة إلى هذا الحد أخبرونا بأن هذا كل ما يمكنهم فعله تأقلموا مع الوضع ونصحنا أحد الأطباء بأن نوقف تغذية بو أخبروني هذا بعد ثلاثة أيام من الحادثة منذ الحادثة ونحن نبحث عن علاج لبو في محاولة لتحسين حالته لذا نحن هنا في الصين نحن الخمسة لو لا الحادثة لما حضرنا إلى هنا أبداً اسمي ديفيد ألدريتش أنا من ديلاري بيتش فلوريدا تعرضت لحادثة منذ أربع سنوات انزلقت وسقطت من القارب في بام بيتش وسقطت في الماء وأصبت في رأسي وتضرر نخاعي الشوكي عند سي ثلاثة أربعة لقد غرقت وعدت للحياة بإنعاش التنفس الاصطناعي بعد الحادثة فقدت بصري فقدت بصري كلياً سافر ديفيد إلى الصين مع عائلته بعد أن استهلك كل الخيارات المتوفرة في بلده ليت الأمر غير مرتبط بالسياسة والشرائع لكي نستفيد من هذه التقنية المتوفرة هنا والمفقودة في أمريكا الزيادة السكانية في الصين تقدم فرصة لا تقدر بثمن هبة من جيل إلى آخر من أجل الحياة الكريمة الخلايا الجنينية في الدم الموجود في الحبل السري تركيز مرتفع جداً من الخلايا الجنينية لذا فإن دم الحبل السري يجمع بعد الولادة في عدة مشاف في أنحاء آسيا ولأن الخلايا الجنينية تأخذ من الحبل السري بعد ولادة الطفل فهي تعتبر خلايا بالغة تتم تنقية الخلايا الجنينية من دم الحبل السري ويبدو أنها مرنة إلى حد كبير ومستوى هذه المرونة يفاجئ الجميع حتى العلماء تتم معالجتها لا لتصبح خلايا دموية فحسب بل وخلايا عظمية وكبدية وعضلة قلبية ودماغية أيضاً وحدة واحدة صغيرة من دم الحبل السري تحتوي على كمية من الخلايا الجنينية بحجم لتر من نقي العظام الخلايا الجنينية المناقات مخزونة في ثلاجات صريدية من أجل الاستخدامات المستقبلية ربما نصل يوماً ما إلى هذه الثلاجة كلما أردنا علاج مرض فلا ننسى أن الخلايا الجنينية في دم الحبل السري مستخدمة في الصين تعرفوا إلى الطبيب هو طبيب أجرى تدريبه في السويد وكندا قبل أن يعود إلى الصين فقد أقبل على العلاج بالخلايا الجنينية من دم الحبل السري نحن نركز على علاج الخلايا الجنينية ضد أمراض الجهاز العصبي المركزي لقد علجنا نحو 800 مريض إجمالاً ورأينا الكثير الكثير من التحسن عندما تطبق الخلايا الجنينية على البشر يجب أن تتمتع بسيطرة محكمة على الخلايا عليك أن تتجنب أي تلوث إننا نضيف جينات النمو لمساعدة الخلايا الجنينية لكي تتمايز في الأعصاب يعتقد الكثير من الأطباء أن الخلايا الجنينية غير آمنة لو تسنت لهم متابعة المرضى الذين عولجوا بالخلايا الجنينية لغيروا رأيهم اتبع الطب الأسيوي دوماً طريقاً مختلفاً عن الغرب يتم غالباً الاحتفاظ بأعضاء الحيوانات وقدرة تجديد الدم والأنسجة وحتى الأجنة تم الاعتراف بها في الطب التقليدي الصيني ولكن الطب الصيني مميز أيضاً بمفاهيمه التجريبية فالعلاج مرتجل من خلال التجارب والتعلم من الأخطاء على المريض بدلاً من متابعة مراحل علاجية مقررة لهذا يعتقد بعضهم أن علم الخلايا الجنينية يتحاشى مرحلة التجربة السريرية في معظم آسيا ولكن لكي يكون طب الخلايا الجنينية فعالاً على المدى البعيد يؤكد العلماء أن تنظيم أبحاث وإثباتات سريرية مسألة جوهرية في الجزيرة الصغيرة سنغافورة يقود طب الخلايا الجنينية ثورة التكنولوجيا الإحيائية مبنى بايوبوليس الحكومي موطن لأبرز الأسماء في مجال الطب الإحيائي وهذا المحور عالي التقنية هو الذي يشتذب العلماء من أنحاء العالم الطبيب ألان كولمن العالم الشهير باستنساخ النعجة دولي انتقل إلى سنغافورة ليواصل أبحاثه في هذا المجال على الباحثين أن يتابعوا كل هذه الخيارات في آن معاً لأن هناك فوائد لاستخدام الخلايا الجنينية ولأن هناك فوائد عظيمة لاستخدام الخلايا الجنينية البالغة إحدى أعظم فوائد العمل مع الخلايا الجنينية هو بالأساس أنها تدوم إلى الأبد تنشأ الخلايا الجنينية في الأيام السبعة الأولى من تشكل الجنين إن فيها القدرة على الانقسام والتحول إلى كل أنواع الخلايا في الجسم البشري ولكن إزالة كامل كتلة الخلية الداخلية من الجنين يعني أنه لن يكون بعدئذ إنساناً ولهذا نشأ جدل حول ذلك المسألة هي ما إذا كان أخلاقياً أن نستخدم الأجنة من أجل هذا النوع من الأبحاث أنا مرتاح البالي بالنسبة لهذا مرتاح لأن المبدأ في الدرجة الأولى هو استخدام الاحتياطي أجنة التلقيح الصناعي الأجنة التي تشارف على التلف ونشعر بأن هدفنا من استخدامها هو هدف هام وجدير بالاهتمام وهو علاج الأمراض البشرية ستنال الخلايا الجنينية القبول يوماً ما إنهم يقفون خلف الخلايا البالغة لأنما يعرفونه عن سلوكها قليل ولكن حتى في سنغافورة حيث المفاهيم المتحربة بشأن ذلك يحذر العلماء من الاستعجال بتطبيق العلاج من المختبر على البشر أعتقد أنه حقل تتوافر فيه إمكانية التسبب بأضرار للناس ونحن نستثمر بايولوجيا لم نفهمها بشكل كلي بعد وأعتقد أنه في ظل هذه الظروف يتعين علينا أن نطبقها بحذر شديد ولكن في الصين تعتبر الخلايا الجنينية واقعاً تجارياً أمام البشر الخلايا الجنينية البالغة على الأقل تلقى هالباروز حقناً من الخلايا الجنينية البالغة من دم الحبل السري أسبوعياً طيلة الشهر الفائت بينما يعتقد معظم العلماء أن استخدام الخلايا الجنينية على المرضى سابق لأوانه تسعد الصين بعقد الصفقات استغلال هذه الفرصة سيسمح بزيادة الاقتصاد الضخم تتوقع الحكومة الصينية من التكنولوجيا الإحيائية أن تولد 60% من النمو الاقتصادي بحلول عام 2020 الطب التجديدي سيضيف معناً جديداً كلياً لعبارة صنع في الصين في أول حقنة تلقيتها شعرت بوخزة صغيرة في ساعدي ثم سارت إلى أعلى ساعدي ثم شعرت بها تسير في ساقي ثم إلى جذع أول ما لحظته بعد الحقنة الثانية هو أني شعرت بالدفء في يدي يدي فقط أصبح تادا في أتين حقاً وكأنهما تنموان إنه شعور غريب بعد إذن بدأت قدرتي على فتح وضم كفي واستطعت أن أجمع قبضتي للمرة الأولى منذ عشرين سنة سأتلقى اليوم حقنة السادسة تمكن أحد المترجمين من التقاط هذه حيث يأتون إلى الغرفة ويضعون المريض على سريعه ويجعلونه بهذه الوضعية لكي يتمكنوا من الوصول إلى المنطقة المحددة من العمود الفقري هنا يحقنون قليلاً من المخدر هذا هو الطبيب وغزة صغيرة ثم يدخلون الإبرة ويحقنون الخلايا الجنينية أولئك هم التقنيون الذين يمسكون به يجب أن يبقوك ساكناً تماماً وهو الطبيب وهو يحقن الخلايا لا أدري لماذا ولكن يمكنك أن تشعر بها دائماً عندما تصل إلى الهدف المطلوب لأني أشعر بنبض عصبي في إحدى سقي إما اليمنى أو اليسرى وسأقول لهم ضربة موفقة ولكن هذا كل ما تشعر به ولكنها ليست مؤلمة في جسم هال تتدفق الآن عشرة ملايين خلية جنينية في نخاعه الشوكي لأن الخلايا الجنينية هي الآلية الطبيعية لترميم الجسم يكون الأمل في أن تتمكن من تمييز المكان المتضرر حيث الخلايا العصبية الثالثة وتبدأ في عملية ترميمها حقن العلماء فئراناً مشلولة بخلايا جنينية وراقب نخاعها الشوكي وهو يتحسن ولكن هل ينجح مثل هذا الحقن على البشر؟ هل تقوم الخلايا الجنينية حقاً باستبدال الخلايا التالفة ومساعدة الألياف العصبية الموجودة في شفاء الأعصاب؟ لا أحد واثق من ذلك في الشهور الثلاثة القادمة ستتكشف سلسلة هذه الأحداث الغامضة في النخاع الشوكي لهال ولكن ليس من دون مجازفة فهناك إمكانية الإصابة بالتهاب وإذا حدث هذا في السائل النخاعي فهو خطير رغم أن الأطباء يصرون على أنهم لم يروا أعراضاً جانبية خطيرة عديد الباحثين قلقون من فقدان السيطرة على الخلايا والتسبب في حدوث أورام تظهر الدراسات أنك إذا قمت بتنمية خلايا جنينية لعدة أجيال متلاحقة فيمكن حينها أن تتحول وقد تسبب ورماً وسرطاناً لذا فإننا لا ننمي خلايان الجنينية أكثر من خمسة أجيال ثبت أن الأورام تنشأ عن طريق الخلايا الجنينية لهذا يشعر بعض الأطباء أن الخلايا الجنينية من دم الحبل السري أكثر سلامة فهي قادرة على التأقلم مع المريض لأنها لم تبدأ بالتطور لذا فإن خطر حدوث المقاومة المناعية محدود نظام المناعة في الجسم لن يميزها لذا فإننا لا نرى أي مقاومة في بانكوك يخضع ديفيد تروب الآن لعمليته الجراحية لا خطر من المقاومة المناعية مع هذه الخلايا الجنينية بما أنها مأخوذة من دم ديفيد نفسه عملية القلب المفتوح تعني أن ديفيد يراهن على حياته ولكنها تسمح للجراحين بحقن الخلايا الجنينية في جدار قلبه مباشرة يأمل الجراحون التايلانديون أن تقوم هذه الحقنة المباشرة بتحريض الخلايا الجنينية لإعادة بناء قلب ديفيد الضعيف ولكن لا توجد أي ضمانة إذا ذهبت إلى تايلاند وطلقيت هذا العلاج ولم ينجح فسأكون على الأقل حاولت كل ما يمكنني فعله وهذا سيريني دربي في الحياة بوضوح فإذا لم ينجح فإن عقلي سيكون مستعدا للنهاية عندما يتم حقن الخلايا الجنينية ستتم إخاطة الصدر الجراحون غير متأكدين من أداء الخلايا الجنينية البالغة هل ستشكل أوعية دموية جديدة أم ستقوم بزيادة سمك عضلة القلب أم ستهاجر إلى جزء آخر من جسم ديفيد هذا مجهول كليا نلاحظ أن الضخة قد تحسن ولكن كيف تعمل؟ لا ندري حقيقة أن الأطباء لا يعرفون كيفية عمل الخلايا الجنينية لم تمنع المرضى من تجربة حظهم مع أن آلية عمل الخلايا الجنينية لا تزال غامضة لكن المرضى مستعدون للمراهنة في مشافي شرق آسيا ينتظر المرضى حدوث معجزتهم عديد منهم يعتقدون أن الأمر يستحق المجازفة بتلقي علاج تجريبي بدلا من عدم تلقي أي علاج الأمل يعيش هنا هذا هو المكان الذي تستقي منه الأمل هنا يكمن مستقبلي في الوقت الحالي هذا هو الشيء الوحيد الذي يمكننا التمسك به أنا أثق بهم ها أنا في الصين أتلقى خلايا جنينية لذا فأنا أسير مع التيار لدى المرضى خيارهم الآن حتى ولو لم يكن مؤكدا أن هذه المراهنة ستعود بالنفع الزمن سيحسم المسألة عندما يتعلق الأمر بتقنيات المستقبل فإن آسيا في طريقها للتطور بسرعة وفي سباق تسخير قدرة الخلايا الجنينية فإن الشرق يتقدم كثيرا على الغرب المرضى الأجانب يسافرون إلى آسيا لينضموا إلى الركب البارحة تلقيت حقنة السادسة بعد ساعتين من ذلك شعرت بوغز في ساقين وشعرت بقوة تسري في ساقين لذا فقد انتظرت الساعات الأربعة الأخرى التي يفترض بي أن أستريح فيها نهضت من السرير فشعرت بقوة تنتفض في ساقين لذا فقد كنت متحمسا جدا لذلك مضت الآن أربع سنوات منذ أن استطعت الوقوف على قدمي دون ألم كنت متحمسا جدا لذلك يمكنك أن تتخيل النظرات التي أتلقاها عندما أحرك الكرسي المدولبة على رسيل وعندما يتعثر بالنتؤات وما شابه ذلك لا أصدق أنني أمريكي في الصين لا أصدق أنني في الصين أتلقى حقن خلايا جنينية يعتقد هال أن حقن الخلايا الجنينية من دم الحبل السري يرمم نخاعه الشوكي المتضرر ولكن إلى أي مدى؟ أظهرت الخلايا الجنينية قدرة على ترميم العظام البشرية والأربطة والغضار في المتضررة ولكن هل تستطيع إعادة بناء النخاع الشوكي؟ وإذا استطعت إعادة بناء أعصاب النخاع الشوكي فهل ستتمكن من ترميم الخلايا العصبية في الدماغ؟ هل يمكن للخلايا الجنينية أن تشفي الجلطة والباركنسون وزهايمر؟ تم حقن شبكية العين بالخلايا الجنينية لاستعادة البصر حتى إن هناك ترويجاً للخلايا الجنينية في معالجة الصلع بتجديد بصيلات الشعر في فروة الرأس يعتقد الباحثون أن الخلايا الجنينية يمكن أن تستخدم لتنمية براعم الأسنان ما يؤدي إلى نمو أسنان جديدة عندما تزرع في اللثة حتى إن العلماء يعتقدون أنهم سيتمكنون من تنمية المني والبويضات من خلايا جنينية بالغة في اليابان تم تطبيق هذا الأمر على فئران المختبرات ولكن رغم كل الحماسة المحيطة بعلم الخلايا الجنينية إلا أن له مخاطره أيضاً ورغم ذلك يجازف بعض الناس لعدم وجود خيار آخر قولي مرحباً يا بيز كيف تشعرين اليوم؟ أجيبيني سوف تتحسنين صحيح؟ ألا تشعرين بتحسن اليوم؟ لقد قلت أجل أليس كذلك يا حبيبتي؟ زوجتي تعاني من انحلال في القشرة الدماغية لا علاج أبداً لقد رأينا على الإنترنت أن الخلايا الجينية قد تكون العلاج إنها شائعة ويمكن أن تنجح سأفعل أي شيء لأساعدها حتى ولو كلفني هذا كل ما أملك سأفعل نحن متزوجان منذ 59 عاماً يجب أن نقوم بهذا لأنه لا يوجد علاج آخر لوسي تعالي التقط صورة معنا يا لوسي نعم تعالي من فضلك هؤلاء هم مساعدون في الصين وهم رائعون فعلاً ويعتنون جيداً بالناس من فضلك ألقي نظرة إلى الكاميرا سنسميها لوسي فمن الصعب لغض اسمها بالصيني ولكن هؤلاء المساعدين رائعون حقاً حقاً إنهم رائعون أعتقد أنها بدأت تتجاوب مع العلاج يقولون إنها ستتحسن خلال ثلاثة شهور تدريجياً قبل أن يأتي المريض إلينا أكتب له رسالة أطالبه فيها بأن يكون مستعداً فربما لن نرى نتائج للعلاج بالخلايا الجنينية ولكن المريض يجيب دوماً حسن ما تفعلونه يا رفاق هو أنكم تزرعون فينا الأمل نحاول أن نقنع لوسي بأن تعود معنا سنعود إلى ديارنا قريباً أرى أن الشعر الأسود الذي لم يسبق له أن كان عديني لا بد من أن هذا من أثر الخلايا الجنينية إذن فمن الواضح أنه يعيد إليها بعضاً من شبابها لطالما كانت فتاة جميلة أليس كذلك يا حبيبتي؟ ما خطبك اليوم؟ أنت مرهقة جداً في بانكوك الأحباب أيضاً ينتظرون رؤية ما إذا كانت الخلايا الجنينية ستحقق معجزة الشفاء كانت هذه آخر فرصة لديفيد لمعالجة قلبه قبل أن يواجه الخيار الوحيد بزراعة القلب ما زال في حالة خطيرة إذا كان هذا فعالاً حقاً فلن يكون أقل من معجزة إنه رجل خارق إنه لا يستسلم ولا يتراجع ماذا يتوقع هؤلاء المرضى حقيقة؟ هل الأمل بمعجزة كثير عليهم؟ أريده أن يتحسن كلياً لن أكف عن المحاولة أريده أن يتعافى أعلم أن هذا صعب المنال ولكن تلك هي غاية في الحياة آمل أن أقف على قدمي وأمشي لسنة واحدة على الأقل حين تفقد كل شيء تصبح نسبة عشر أو عشرين بالمائة نسبة رائعة لقد استعدت أكثر من ذلك استعدت حركة يدي واجذي أستطيع أيضاً أن أجمع كثير اليسرى لم أكن قادراً على فعل هذا من قبل أعتقد أن التكنولوجيا مفيدة إلى أي حد هذا غامض ولكن لا ضير أبداً من التحسن في تايلاند تبقى حالة ديفيد خطيرة لقد خضع لعملية جراحية والأطباء بانتظار استقرار حالته البارحة كنت شديد القلق وكنت خائفاً كنت مستعداً للرحيل إلى أن تحدثت إلى الدكتور كيت الذي هدأ من روعي ومخاوفي معجزتنا ستنجح هذا حدسي لحسن الحظ فأنا لا أراوغ مع ذاتي ولكن حدسي يحدثني بأن هذا العلاج عظيم إنها إشارة خير لكل ما نتمناه سوف تنجح العملية لقد مضت عشرون سنة وما زال يضحكني كما لا يفعل أحد غيره وهو يجعلني أغضب بسرعة أسرع من أي شخص آخر ليس كثيراً بلى أنا أفكر في علاج المياه المعدنية أتريد هذا العلاج؟ نعم من بانكوك إلى الصين الاكتشافات الحديثة تغير حياة الناس منذ متى وأنت تستطيع القيام بهذا؟ مطلقاً منذ أسبوع فقط لم أكن أستطيع هذا من قبل هل أنت سعيد؟ أجل إنها البداية فقط ومن هنا أعتقد أني أقوي جذعي أشعر بأن جزئي السفلية يستفيق كل العضلات في جذعي تستفيق وأشعر بكل شيء يعمل ويحاول الانطلاق إنها مسألة تقوية وتعليم العضلات وظيفتها من جديد أستفيق وأنتصب بجسدي على طوله يمكنني أن أحرك قدمي ولكن ربما تكون الثورة الكبرى بالنسبة إلى ديفيد هي استعادة رؤيته بين ليلة وضحاها تمكن من الانتقال من الرؤية بالأبيض والأسود إلى الرؤية بالألوان وقد تحسن تركيزه بما يكفي ليقرأ للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات حقن الخلايا الجنينية يتبعه عمل شاق في إعادة التأهيل ها هو ديفيد مجدود إلى لوح الوقوف ها هو ذا يحرك يديه ويضع إصبعه في فمه ويفرق عينيه إنها معجزة نراها أمام أعيننا لنذهب للرقص أود أن نذهب للرقص بعد أسبوع من عملية القلب المفتوح يخضع ديفيد للتحاليل النهائية في مشفى بانكوك تم حقن الخلايا الجنينية مباشرة في جدار قلبه لم يبقى إلا أثر بسيط كدليل على عملية قلبه المفتوح يأمل الأطباء أن تجدد الخلايا الجنينية البالغة التي حقنوها أوعيته الدموية لتقوية قلبه الضعيف إنه واحد من أوائل المرضى في العالم الذين اختاروا بإرادتهم أن يخضعوا لهذه العملية التجريبية قال الدكتور بيرميوس ستة شهور ربما ستة شهور لهذا فإن لقد بدأنا بثلاثة لسنا على يقين لا ربما أجل في أي وقت كان طبعا نريد رضا ثوريا حسنا مع يا إلهي هبني الصبر فأنا أريده في الحال الحقن في ثلاثين منطقة وصلاحية الخلايا التي حقنوها بلغت سبع وتسعين بالمئة وهذا إيجابي لدي شعور رائع حيال الأمر الخروج من هنا على قيد الحياة هو أفضل ما في الوجود جزء من الأفضل أتمزح يا صديقي عندما أصعد إلى الطائرة وأودع بانكوك وداعا عزيزا فسأكون أكثر سعادة وداعا لا أحب الوداع وداعا كغيرهم من المرضى الأجانب الذين أتوا من أجل العلاج بالخلايا الجنينية فإن السفر على وشك أن يكتمل ولكن الرحلة ما زالت في بدايتها أهم ما تعلمته من رحلتي هو أهمية هذه الرحلة وكانت رحلة استثمائية أنا الآن لا أعيش حياتي فقط بل تعلمت كيف أتجاوز الألم أمامي هبط وسوف أتسلقها على أمل أن يفعل الآخرون مثلي أعلم أنهم سيفعلون لا يمكنك أن تبقى أسير عن إحباط هذا هو الأمل الذي تقدمه الخلايا الجنينية تجديد الخلايا التالفة يمكن أن يساعدنا في إعادة بناء ذواتنا من الداخل إلى الخارج يستخدم الأطباء الخلايا الجنينية البالغة من دم الحبل السري من جسم المريض نفسه وبهذا يتقون الجدل الأخلاقي الذي يحيط بالخلايا الجنينية على كل حال فإن استخدام هذا العلاج قبل إثباته أثار الجدل يجب أن لا نسبب الضرر أكثر من العلاج وهذا ليس متاحا للجميع التكنولوجيا هي الأولى دوما ثم يأتي النظام المألوف وهذا يجعل الأمر صعبا عليهم أن يناضلوا قبل أن يأتي النظام كثير من الناس يعانون وينتظرون عضواً بديلاً أو يموتون يمكن للخلايا الجنينية أن تلعب دوراً هاماً هنا فلم لا؟ ربما يستغرق الأمر عشر سنوات أو أكثر حتى يدخل العلاج إلى الاختبارات السريرية في الغرب وحتى يقرر أنه آمن للاستخدام البشري عندها فقط يمكن أن تتوفر الفرص التي تقدم في آسيا يا إلهي عشر سنوات بعد؟ هذا عقد هل تتخيل ما يمكنك أن تحققه خلال عقد؟ إذن فقد استبقت الأمور وعقد القادم سيكون مليئاً بأمل لا يصدق وفهم لهذه التقنية لقد غيرت حياتي يأخذ هال معه شيئاً آخر سيربطه بالصين إلى الأبد إنه جزء من أول جيل يخلق من جديد في العالم تسري ضمن نخاعه الشوكي خلايا جنينية أوجدتها في العالم ولادة أطفال سينيين يا إلهي تقنية الخلايا الجنينية تمنح أملاً بالكثير خلال عشرة أعوام سيدهشنا أن هذه كانت هي البداية قبل كريستوفر كورومبوس كان الجميع يظن أن الأرض مسطحة وقد مضى هذا الرجل لإثبات أن الأرض كوروية لذا أعتقد أن هذا ما نفعله هنا موسيقى 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 اشتركوا في القناة